اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثلاً المرتب الأساسي للدرجة الوظيفية مثلاً الأولى هيكون كام مثلاً الحوافز كام أي أن كان في النهاية مثلاً اجمال المرتب من النوع كالكوليتيت زي ما احنا فهمنا قبل كده قبل ما يعرف الكلام ده لازم قولنا أنه لازم نحفظ الجدوى سيف معي كده اجمالي الراتب من النوع كالكوليتيت حقل التجميع المرتب الأساسي زائد الحوافز نقول له اوكي تمام ورح أشوفها في الديد الشيء تقول له يس مثلاً عندي الدرجة الوظيفية الأولى المرتب الأساسي بتاعها 800 جنيه الحوافز بتاعها 200 جنيه الراتب بتاعها الإجمال هيكون ألف الضراجة الثانية مثلاً 600 جنيه حافز بتاعها 150 تبقى كذا ثلاثة مثلاً تبقى 500 مية وعشرين درجة الرابعة مثلاً 500 وثمانية تمام هذه الدرجات الوظيفية التي لديك هنشئ كمان جدول تاني واللي هو جدول الخاص بالموظفين تمام رقم رقم لذلك أو كود الموظف كود الموظف بيغة كوز لأوتو نمبر الرقم تلقائي اسم الموظف نحن نراجع على التابل ونرى انواع البيانات المفروض يعني الكلام ده طبعا احنا عارفينه ممكن نعملها لكا بوزرد وقول لو انا عايز اكتبها بايدي النوع مثلا ذكر او انثى ويونيكست وقوله limit to list يعني منفعش حد دخل غير حاجة من الاتنين يا ذكر يا انثى لو عملت قلته ملتابل بالو معنى انه كده هو ذكر انثى مع بعض يعني ممكن يختلف ذكر انثى مع بعض ده ما ينفعش فهو limit to list لو شلت تيم التوليست ممكن هو بقى يضيف بايده مثلا نكتب اي حاجة تانية لا انا عايزها limit to list تمام اسم الموظف والنوع مثلا رقم الموبايل تيكست برضو التراجة الوظيفية اللي عليها الموظف ده وهي طبعا بالطبيعة تكون ايه number كود الموظف هو المفتاح الاساسي واحفظ الجدول ده باسم الموظفون او الموظفين كود الموظف ده تلقاي اسم الموظف محمد حسين النوع بتاعه ذكر الرقم الموبايل بتاعه الدرجة الوظيفية بتاعته الاولى عبد العاطي مثلا النوع بتاعه ذكر الرقم الموبايل بتاعه الدرجة بتاعته اثنين هند مالاش هند مونة ونسى ندرعي الوظيفية بتاعتها التالتة هالة ونسى ندرعي الوظيفية بتاعتها الرقم كده احنا دخلنا بيانات الموظفين بتوعنا تطبيقا لمبدأ العلاقات اللي احنا شرحناه انا بشرح وبقرار وبعد تاني هسألي الاكسس سؤال او هسألك انت الاول كانسان واقول لك الموظف محمد حسين هو واخر الدرجة الوظيفية الاولى تقدر تقول لي بيقبط كام راتب اقول لك اه طالما على الدرجة الاولى يبقى بيقبط الف ده انت كانسان كده انت ربط اهو انت خدت رابط من الجدولين اللي هو مين الدرجة الوظيفية الاولى اللي بروح تشوفت في الدرجة الوظيفية الدرجة الوظيفية الاولى كانت بتاقت الف ده انت كانسان ربط ما بين الجدولين لكن الاكسس زي ما احنا وضحنا لو عملت له كورا ديزاين وضفت اللي اتنين وقلت له نفس الكلام من غير علاقة cancel هتلي اسم الموظف واجمال الراتب بتاع وقول له run علي محمد حسين ممكن يقود 1000 وممكن يقود 750 فهو مش فهم هو بيخمن انه ممكن يكون على الاولى وممكن يكون على التان لانهو ما يعرفش انه في رابط ما بين الجدولين انا هاعمل لك الرابط ما بين الجدولين relationships اقول له show tables اجل الدرجة الوظيفية والى الموظفين تتوقع هتكون نوعي علاقة هتكون من انهي نوع هل هي علاقة رأس برأس ولا رأس باطراف بالطبيع هي رأس باطراف لانه قلت لك انه رأس برأس لازم يكون نفس الحقل هو مفتاح أساسي في الجدولين لكن هذا مفتاح سنوي او الدرجة الوظيفية قلت لك مش تعد شرط يكون اسم الدرجة الوظيفة ممكن اكتب له الدرجة فقط لكن المهم نوع البيان هنا رقم ونوع البيان هنا رقم اهو one two many مش هفرد تكامل مرجع مش هفرد تكامل مرجع عشان تعرف الفرق ما بين الاثنين وقل له create اهو هذه العلاقة ما بين الاثنين تمام وقل له close واحفظ الكلام ده تعالى انشئل كده استعلام هذه الاستعلام بتاعه تمام هاتلي اسم الموظف وهاتلي اجمال الرتب بتاعه وقل له run اه اه اجابها مصبوط قال لي محمد حسين واخد الف جنيه عبدالعاضي واخد سبعمائة وخمسين مونا واخده ستمائة وعشرين اهلا واخده خمسمائة وتمانين هذا الكلام ده تمام ما فيش اي مشكلة طيب ماشي هاحزف الكلام ده مش هاحفظه هروح اقول له ايه هقول له هقول له الدرجة الوظيفية هو عمال للعلاقة هو الزائد زي ما حد اتفقنا تمام اهو محمد حسين على الدرجة الاولى نحن نضيف اكثر من شخص تاني في الدرجة الوظيفية مثلا علي على الدرجة الاولى حسين على الاولى محمود على الاولى نوه نوه على التانية سوه على التانية مه على التانية ندى على التالت تمام نحن ندخل نحن ندخل اي البيانات التانية ليس مهم ان ادخلها بس يعني لا يوجد مشكلة تمام هذه المنظفين دخلتهم عادي الدرجة الوظيفية حد يقول لي لماذا الزائد ظهر هنا ومظهرش هنا هقول لك اه روح بص على العلاقة بتاعتك هنا احنا مش جايبين لو عملنا فرض التكاون المراجعة هتلاحظ ان العلاقة وان تو ميني دايما الوان هو اللي بتلاحظ فيه علامة الزائد لان هو اللي بتكرر مرة واحدة ما ينفعش ان انا اظهر اه مثلا اسم الموظف مثلا علي ومسلا تحتي ثلاث درجات وظيفية هلين فعلي كنوقت ثلاث درجات وظيفية لا ما ينفعش لكن الدرجة الوظيفية الاولى تنفع تاخد ثلاثة من علي علي احمد وعلي محمد وعلي حسن فبالتالي الزائد ينفع هنا انا مش عايز التكاون المراجعي دلوقتي يعني عشان اوضح بس حاجة معين ادي هنا عندي مين عندي كم واحد على الدرجة الوظيفية من درجة الوظيفية الاولى والتنى عندي كم واحد على الدرجة الاولى 1 2 3 4 عندي اربع موظفين على الدرجة الاولى تمام كده الدرجة الاولى امسحها لي خالص مفيش حد عنده على الدرجة الاولى اوه هيمسح عادي اوه لكن انت متأكد ان تمسح الكلام ذه اوه عادي ما فيش اي مشكلة هاي يعني لو مسحت اهو عادي المشكلة يعني هروح الموظفين ألاقيهم لسه موجودين الدرجة الأولى لسه موجودة ده بقى هو وظيفة التكامل المرجعي التكامل المرجع وظيفته أنه يمنع الحزف عن طريق الخطأ التكامل المرجع وظيفته أنه يمنع الحزف عن طريق الخطأ ويضمن لي صحة الترابط أو العلاقة ما بين البيانات أو ما بين الجداول ما ينفعش أرجع الدرجة الوظيفية مرة تانية سنجعل الدرجة الرابعة هي الدرجة الأولى ينفع؟ ينفع الدرجة الرابعة ولا يذهبون إلى مين؟ عادي لا يوجد أي مشكلة أبص على الموظفين لو هناك حد على الرابعة، لا يوجد الدرجة الرابعة لدي أساسا هذا من اللي يضمنها لي يضمنها لي التكامل المرجع تمام نفرض التكامل المرجع نحن الدرجة الوظفية الأولى نرجعهم زي ما كان فهمني؟ نقوم بأسابت نرى الفرق نرى ف vas درجة الوظفية نضع منPO ومنع الخطأ وتضمن صحة الترابط ما بين البيانات تقوم بأسابت درجة الوظفية والله الناس اللي على الضرية الوظيفية الثالثة كم واحد ثلاثة طب والثانية كم واحد اكتر من مش عارف ايه طب الضرية الثالثة دول ناس بتاخد مرتبات كبيرة و هنمشيهم من الشركة دليت قال لي لا ما ينفعش ما ينفعش احزفهم ليه ما ينفعش احزفهم لان هم مرتبطين بسجلة انا بعيد و بكرر الكلام مرة تانية و باكتر من مثال عشان حضرت اكتفان ف ياريت تركز معي تمام انا بحزف اهو قال لي لا ما ينفعش تحزف لانه الكلام ده مرتبط ده الدرجة الثالثة دي عليها عليها 3 موظفة طب اوديهم فين؟ تلات موظفين دول او اوديهم فين؟ ماينفعش احزفهم عشان عليها 3 موظفين طيب خلاص يا باشي مش هم مش هي عليها 3 موظفين بدل من همما درجة ثالثة نزلهم لدرجة رابعة عادي ما فيش اي مشكلة بس هنا مش ينزلوا درجة رابعة اللي حصل طبب بتوع الثلاث تلوه كده هيفضلوا متعلقين مالهمش درجة اهه هنا دي بقى مش مسؤول عنها التكامل المرجعي دي بقى مش مسؤول عنها التكامل المرجعي دي مسؤول عنها تتالي التحديث وتتالي الحزف انت لو تلاحظ لانا حزفت الدرجة التالتة كانوا لسه موجودين سوريا حزفت الدرجة الرابعة كانت لسه موجودة ليمين واحدة معينة يعني لو عملت هنا مثلا اه اللي ماينفعش لو قفلت كده قال لي ماينفعش تعمل درجة الرابعة ليه قال لي طب الناس اللي على الدرجة التالتة دول هوا اديهم فين واذا بالتالي ماينفعش ان انا اغير الدرجة لك وان خالتها التالتة زي ما هي كان نوت دليتت ماينفعش يتحزف او ماشي تمام ماينفعش يتحزف وماينفعش يتغير لانه ده مرتبط بجدول تاني ودرجة وظيفية عليها ناس فينفعش احزفها طيب علشان احل المشكلة دي اعمل ايه اروح لدي تبيس دولز ورليشنشيب اعمي بقى ايه كسكت ابديت تحديث لو انا غيرت الدرجة الوظيفية تتغير معها الناس لو انا مسلا هرقي ناس ازاي تعال نشوف كده هو كم واحدة على الدرجة الوظيفية مثلا التالتة ده عليها ثلاث اشخاص لا والله ده الناس دي نشغل بضمير نزلهمني على الدرجة الربعة حاضر اهو الدرجة الربعة احفظ كده اه عادي احفظ ما فيش مشكلة وشيلي الحافظ بتاعهم بدل ما مية وعشين خليه لي متجنيه حاضر وعند شاية اي مشكلة اقفل الجدول ما قليش فينك هروح اى الموظفين اللي هم بتوع الدرجه الثالثة اللي هم امون هوا والدي قد منتى اصبحوا على الدرجة الربعة ده النسل درجة ازاي عملت الكلام ده عن طريق تتالي التحديث حدثت البيانات طيب خلاص حاضرıyor ماشي طيب ايه رأيك احذفهم له خالص انا مش عايز هذه الدرجة اليه عالا يحذفها قاليلا يوجل لا ما ينفعش ما منفعش تحسف الدرجة الرابعة طبعا انه وانت اقدر ماشي انت هتحسف الدرجة الرابعة طبعا الموظفين دول اوديهم على مين اوديهم على الدرجة التانية مثلا طب ما منفعش اوديهم من نفس لازم انت تتدخل كمستخدم طيب حاضر تعال كده هنروح على العلاقة بتاعتي وافرض تتالي الحزف ودي عملية نادرة في قواعد البيانات بس هنشوف تأثيره اول واحد على البيانات موظفين اهو عندي ثلاثة على الدرجة الرابعة الاول رجحهم لكده على الدرجة التالة حاضر معندش اي مشكلة حافظ او ماشي رجيوا على الدرجة التالتة او اهو ادول على الدرجة التالت ماشي طبعا الناس لتقوم بشراء الدرجة التالية يشقون بدمير يشجون بمشياء تحذفوا من الشركة Either they will run away from us احذفهم هنمشيون من الشركة وخددك انه هم كان واحد منه احذفون من الدرجة التالتة ليس لدينا خدد بالك لو انت حذفت الضرية الثالثة هتحذف كل الموظفين اللي في الشركة هتسرحهم هتماشيهم اقولوا ماشي ما عنيش مشكلة حذف احذفتهم خلاص اللي دليتت ليه عشان انا فتح الجدول هبقفل الجدول افتحه تاني اصبحت لا عفوا موظفين فين هالة وندى ومش عارفوا مين فين الضرية الثالثة اختفوا ده بقى مين نتيجة عن ايه عن تتالي التحديث وتتالي الحزف تتالي التحديث وتتالي الحزف طيب اقول لك على حاجة حلو اشيل تتالي التحديث وتتالي الحزف وقول له اوكي تمام وقفل الكلام ده الدرجة الوظفية لا الموظفين والله ده ما اهدي مخديتش لسه درجة وظيف حالا هي والا محمد حسين لسه ناس جاي تشتغل جديد ما اخدوش معي درجة وظيفة لسه ماه وكتبنش العائد بتاحهم نحنا هنا اتكلمنا كلام طيب ماشي احنا فتضل علي توش كده اكسس قلوه هاتلي مرتبات الناس لعلى الدرجة الوظيفة الاولى الناس لها المرتبات الدرجة الوظفية الاولى هاته دي لكوري ديزين بتاعي فكوري ديزين هذا الشرط نجيبها بطريقة تانية على الديزاين. هاتلي كل الناس. هاتلي بدريت الوظيفية كلهم وقلوا رن. اللي عندك عبد العاطي ونهوه وسوه وعلي دعا التانية ودعا الاولى. ايه ده؟ طبنا عندي يا باشا ناس تانية. عندي محمد حسين. انا بغلط كتير كده. عندي محمد حسين وعندي من تاني. وعندي سوه حضرتك. عندي حضرتك محمد حسين. محمد حسين ومهة عفوا. محمد حسين ومهة وسوهة ثلاثة. محمد حسين ومهة وسوهة هم فين في الجدول انت مجيبين للناس كلهم ولا ايه؟ اقول لك اه انا في الحالة دي تدخل حيث ما اتجاه العلاقة. اتجاه العلاقة بتظهر لك الناس اللي مرتبطة ببعضها فقط. طبعا ما ملكش درجة وظيفة. طب انا عايز اظهر للناس اللي مش درجة وظيفة تقول اعمل لهم ايه؟ اقول لك اه. هاروح بها اضغط هنا على العلاقة. اتجوين بروبيرتز خاصة العلاقة. اقول اخد بالك انا عايز اظهر كل السجلات سواء كانت فضية او مش فضية. انا عايز اظهر كل السجلات بتاعتي. علشان اشوف الناس اللي لسه ماخدش درجة وظيفة. وقولوا ران. اللي عندك محمد حسين وسوهة ومهدور لسه ماخدش درجة وظيفة. بالتالي اظهر لكل الموظفين حتى الناس اللي ماخدش درجات وظيفة. انا مش محتاج الاستعلام ده. وكده احنا تعلمنا وعرفنا ايه هو العلاقة يعني ملخص سريع كده للدرس. العلاقة رأس برأس استفادنا منها ان هي باستخدامها في تقسيم الجدول على حسب الادارات الادارة المالية ومسلا ادارة العملاء. او سريتي البيانات. مش عايز حد يشوف البيانات بتاعتي. اه بعد كده شفنا وقولنا انه لازم عشان اعمل علاقة رأس برأس لازم يكون نفس الحقل في الجدولين هو هو مفتاح اساسي وياخد نفس نوعية البيانات. وعرفنا في العلاقة التانية الوان تو ميني رأس باطراف او واحد اذا متعدد. قلنا انه في جدول بيكون في جدول بيكون مفتاح اساسي. عفواً بيكون مفتاح اساسي. نفس الحقل بيكون بيان عادي. ولكنه ياخذ نفس نوع البيانات. ياخذ نفس نوع البيانات. فبالتالة انشأ بينهم علاقة one two many قلنا الone بيتكرر مرة واحدة في الجدول ده بيتكرر أكتر من مرة في الجدول ده يعني الدرجة الوظفية الوحدة عليها عشر موظفين لكن الموظف الوا الدرجة الوظفية الوحدة عليها عشر موظفين لكن في عندي مثلا عشر موظفين هنا في الجدول ده عشر موظفين على الدرجة الوظفية الأولى هنا الموظفين تكرروا عشر موظفين على الدرجة الوظفية الأولى عشار موظفين على الدرجة الوظيفيه الاولى يعني كل واحد فيهم ياخد وظيفة الاولى 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 ف الدرجا الوظيفيه اسمها العلاقة سنستفد منها اليوم أنه كبير لأنه هي عصب برنامج الـ Access يعتبر الإعلاقات هي عصب برنامج الـ Access يتخلي أن أربط الجدال ما بين بعضها أقدر أجيب حقل معين من جدول وحقل آخر من جدول آخر وحقل آخر من جدول آخر يعني ممكن عشر جداول من كل جدول أجيب منه حقل واحد فقط يعني هنا اسم الموظف، هنا الدرجة الوظيفية بتاعته، هنا عنوانه، هنا مسعارف رقم البطاقة بتاعته، هنا الحد الاعتماني هنا أكثر من جدول بحيث أنهم كلهم يكونوا مرتبطين ترابط مع بعض تمام؟ كده يكون انتهينا من نوعين من العلاقات بنستخدمهم بشكل كبير اللي هو العلاقة لا هو العلاقة وانتو 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 من هي بنستخدمها بشكل كبير وان شاء الله في وقت لاحق نشرح العلاقة مينيتو مني هي بس تحتاج جدول وعالة آخر هنا الجدول في النص هو بيكون اسمه جدول الوصل لأنه مينفعش أوصل الجدول ده مع جدول ده بعلاقة مباشرة لازم، أكون في جدول أكثر بينهم العلاقة أو يكون مسيط ما بين الجدولين بحيث انه جدول ده يكون مع علاقة وانت وميني مع جدول ده وانتو وانتو مني مع جدول ده فبالتالي جدول ده يكون مع جدول ده علاقة مينيت وميني يعني هنا у thesefive سيئة الممت Glenn الحقل يتكرره اكثر من مره وين الحقل يتكرار أكثر من المرة واللي بيوصلهم جدول في المنتصف يعني على وجالة علاقة المينة ومينة أو المتعدد إلى المتعدد أو الأطراف إلى أطراف وعفوا على سرعة الشرح وأتمنى أنكم فهمتم معي وشرحونها بأكثر من أسلوب وبأكثر من مثال وأتمنى أنكم استفدتم معي كان معكم عبدالعط الحمدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته